تعالى اقول لك بقى الحكاية من اولها الاخيرة البداية كانت فين والنهاية كانت فين لحد النهاردة قصة الغاء مباراة الكمة يلا يا شباب اولا كان بداية التلويح بإلغاء كمة الاقل والزمالك بدأ بعد نهاية مباراة الزمالك والمصر والتي خسرها النادي الزمالك بهدفين دوناراد حيث اصدر مجلس ادارة الزمالك بيانا رسميا اعلن فيه احتجاجه على القارات التحكمية التي شهادتها المباراة بجانب اعلان عدم خوض اي مباراة في الدوري قبل خوض المباراة المؤجلة بترتيب الجدول الى جانب المطالبة بالتحقيق مع طاقم تحكيم مباراة المصري بقية احمد الغندور وتعيين لجنة محايدة لتنظيم مباراة الدوري بعد بيان الزمالك الذي صدر يوم الاثنين 17 يونيو خرجت العديد من الانباق لتشير الى تراجع النادي عن موقفه الا ان احمد سالم المتحدث الرسمي للنادي خرج في اكثر من مداخلة هدفية عبر صفحيته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تمسك النادي بموقفه وعدم خوض اي مباراة في الدوري بعد لقاء فاركو الذي يصبق لقاء الكمة لحين تحقيق مطالبه بعد كده مساء الخميس الماضي خرج سروة سويلم عدو رابط الاندية بتصريحات اصارت غضب ادارة الزمالك وجمهير النادي وهو ما زاد من تمسك النادي الزمالك بموقفه بعدم لعب اي مباراة بعد لقاء فاركو الذي فاز فيه بهدفين يوم الجمعة بعد مباراة فاركو قامت رابط الاندية عبر مركز الاعلامي بتوزيع عدة اخبار لوسائل الاعلام تؤكد من خلالها ان مشكلة الحكام تخص اتحاد الكرة كما ان ضيق الوقت لا يسمح بخوض المؤجلات قبل لقاء او قبل لعب مباراة الدور الثاني وان عدم خوض القمة هو قرار يخص ادارة الزمالك وليس الرابطة كما تم التلويح بالعقوبات التي سيتم توقعها على الزمالك حال الانسحاب من القمة بعد نحو 48 ساعة من تصريحات سروة سويلم التي اغضبت نادي الزمالك اعلن احمد سالم عن التقدم بشكوى ضد سروة بسبب تصريحاته في مقام عضو الرابطة بالاعتذار عن التصريحات والتأكيد على احترامه الكامل لنادي الزمالك بعد كده شهد يوم السابت الماضي جلسة ما بين حسين لبيب رئيس نادي الزمالك واحمد دياب رئيس رابطة الاندية في مقر الرابطة من اجل حل الازمة لكن الجلسة لم تصفر عن شيء جديد وتمسك الزمالك بموقفه كما ان الربطة نفت وجود اي اتفاق بين الطرفين على اقالة عامر حسين رئيس لجنة المسابقات مقابل تراجع الزمالك ولعب القمة وباقي مباريات الدولة ورغم الموقف الرافض من الزمالك بخوض القمة اعلن اتحاد الكرة امس الاحد عن تعيين طاقم حكام اسباني بكياد اليخاندرو مونيز لادارة القمة وتحمل الاهل تكاليف الطاقم وفي نفس الوقت عقد مجلس ادارة نادي الزمالك جلسة في منزل حسين لبيب جدد فيه تمسكه بموقفه ولوح بامكانية اللجوء الى الفيفا والمحكمة الرياضية الدولية المشهد الاخير في الازمة كان اليوم الاثنين بالاعلان عن جلسة ما بين وزير الشباب ورياض دكتور اشرف صبحي واحمد دياب وحسين لبيب وخلال الجلسة تم ابلاغ لعبي الزمالك بالدخول في معسكر القمة مساء اليوم وهما فتح الطريق لانفراجه في الازمة الى انه على نهاية اليوم اصدر نادي الزمالك بيان رسمي اكد فيه عدم خوض القمة كمقامة رابط الاندية بابلاغ الاهل بالغاء المباراة واعتباره فائزا في اللقاء الحكاية من طقطة لسلام عليكم تقول لي رأيك ايه اقول لك زعلان زعلان انا عايز المطش يتلعب مين لي حق مين ملوش حق الحكاية بدأت فين انتهت فين مشكلة في الربطة مشكلة في لاجنة المسابقات خطأ عند نادي الزمالك خطأ عند الحكم خطأ عند مين مش حكاية انا حكاية ان المباراة اللي بنتشرف بيها في كل الوطن العربي في كل الدنيا واحد من اهم دربيات العالم بالمناسبة مش ببالغ دربي الاهل والزمالك جماهريا وهو واحد من اهم دربيات العالم سيبك من قصة فنيا عشان تقول لي يا سلام ده فيه مش عارف انتر ومينة من اهم الدربيات بوكا جونيور وريفر بلد ده من اهم الدربيات فيه دربيات كتيرة في العالم مهمة بس ده واحد من الدربيات المهمة جدا جماهريا مش بس فنيا مش هنشوفه بكرة مش هنشوف المباراة انا بقى زعلان انا عايز اعرف مين بقى اللي يجيب حق الناس اللي بتحب الكورة جماهير الكورة في مصر الناس اللي تحب تتابع كورة تفرج على كورة تحل الكورة تستمتع بالكورة لما تخسرونا ماتش اهلي وزمالك مين مين هيتقلوا انت غلطان في النهاية انا مستني اشوفها انا مش اقول مين الغلطان مش حكاية انا دي انا عايز بس حد يقول لنا يا جماعة الزمالك غلطان رابط الاندية غلطانة لاجنة المسابقات غلطانة لاجنة الحكام غلطانة تحدي الكورة غلطان انا غلطان هتقولنا بس حد غلطان ما هيبقاش الامور تعدي والسلام لا لا يا جماعة ماينفعش ماينفعش كل يوم مش كل يوم كل ساعة بنعيش نفس الازمات ونفس المشاكل بمختلف الاطراف بمختلف الاطراف يعني ايه يعني مش لازم الزمالك بكرة الاهل الاسماعيل مبارح المصري بكرة بعد بكرة غزل المحلة البلدات المحلة يعني الحكاية ده الدمها تقيل عايزين نتكلم كورة لو سمحتم عايزين نتكلم كورة بعدين بشوف تعليقات بعض الجماهير يقولك العلام والناس وبيتبه وبيقوله يا جماعة احنا مانا بيجدوا والله الازمات اللي حاولين دي كلها الناس بشها في العلام دي ملحة اه في فئة قليلة جدا قليلة جدا تحب توليها احنا را اكتر يعني لو شافت الدنيا فيها اشياط كده تقولك لا تعال نوليها قليين اوش بس البقاء الناس كلها مين عايز يعمل كده محدش اكيد يعني محدش عايز يولع الدنيا عايزين نتكلم في الكرة ونستمتع مش اكتر من كده ما قلت جيمكن في المقدمة لعلة وعسى الايام اللي جاية يبقى فيها انفراجة ان شاء الله يعني